في 1 مينت معه يمينا أو يسارا متساويان ويساوي العنصر الحيادي ويقصد بذلك أنه يمكن أن نجد عنصر نظير وقد يكون ناتج تشكيله مع عنصر ما العنصر الحيادي ولكن من جهة واحدة فقط وفي هذه الحالة فلا نسميه عنصر نظير كما أن هذا العنصر إذا وجد فإنه يكون وحيد ولا يمكن أن يملك قانون تشكيل واحد أكثر من عنصر نظير فإذا أخذنا مثلا مجموعة الأعداد الصحيحة مع قانون الجمع فنجد أن ناتج جمع أي عدد X مع العدد نائس X هو صفر والذي هو العنصر الحيادي بالنسبة للجمع أي أنه لكل عدد يوجد عدد مقابل له هو سالب هذا العدد يكون نظير له بالنسبة للجمع وإذا أخذنا مجموعة الأعداد الصحيحة بدون الصفر مع قانون الضرب فنجد أن ناتج ضرب أي عدد X مع العدد X هو واحد وهو العنصر الحيادي بالنسبة للضرب أي أنه لكل عدد يوجد عدد مقابل له هو مقلوب هذا العدد يكون نظير له بالنسبة للضرب أما إذا أخذنا قانون الطرح أو القسمة فنجد أنهما لا يملكان عنصر حيادي أبدا فلا يمكن أن يكون هناك عنصر نظير لقانون الطرح أو القسمة كما نجد أيضا في مجموعة المصوفات المربعة من المرتبة الثانية أنه إذا جمعنا أي مصوفة A مع المصوفة نائس A فإن الناتج يكون المصوفة الصفرية والتي هي العنصر الحيادي بالنسبة للجمع المطبق على المصوفات فنجد أنه لكل مصوفة يوجد مصوفة مقابلة لها هي سالب هذه المصوفة حيث تكون عنصر نظير لها بالنسبة للقانون الجمع المطبق على المصوفات وننتبه في قانون الضرب أنه يجب أن لا يكون الصفر عنصر من عناصر المجموعة وذلك لأن العنصر الحيادي بالنسبة للضرب هو الواحد ولا يوجد عدد إذا ضربناه بالصفر فيكون الناتج هو واحد شكرا